العدد الكتلي ما هو العدد الكتلي؟ رتب العلماء العناصر في الجدول الدورية الحديث بناء على تدرجها في العدد الذري وهو كما نعرف عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة أو عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة حيث وضع لكل عنصر رمز وأعلاه رقم وهو العدد الذري للعنصر زد وأسفله رقم آخر يمثل العدد الكتلي للعنصر إي ولكن ما هو العدد الكتلي؟ يعرف العدد الكتلي إي للعنصر بأنه مجموع عدد نيوترونات المتعادلة والبروتونات الموجبة داخل نواة ذرة العنصر ونظراً لأن عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة مساوية لعدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة فإن العدد الكتلي يمكن تعريفه أيضاً بأنه مجموع عدد نيوترونات المتعادلة الموجودة داخل النواة وعدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة حساب عدد الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات لعنصر الكربون إذا أخذنا عنصر الكربون كمثال فإننا نجد أن هذا العنصر في الجدول الدوري الحديث له عدد ذري وهو العدد أعلى رمز العنصر وهو الذي يساوي 6 وله عدد كتلي وهو كما ذكرنا العدد أسفل رمز العنصر والذي يساوي 12 ولحساب عدد الإلكترونات السالبة الخاصة بذرة الكربون سنقوم فقط بتطبيق تعريف العدد الذري للعنصر والذي ينص على أن العدد الذري للعنصر هو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة أو عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة وهذا يعني أن عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة يساوي 6 أما إذا أردنا حساب عدد نيوترونات المتعادلة الموجودة داخل النواة فإننا سنقوم بطرح عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة أي العدد الذري من العدد الكتلي الموجود أسفل رمز العنصر وهذا يعني أن عدد نيوترونات المتعادلة الموجودة داخل النواة يساوي العدد الكتلي للعنصر ناقص العدد الذري للعنصر والذي يساوي 6